كيف كنت? بخير ان شاء الله اليوم جاي بقراعة طفية لبرج التور. راح اول احكي عن مشاعر الحبيب ونوية. مشاعرك كذلك انت يا برج التور ونويةك. وراح احكي عن مستقبل العلاقة بينتكن. اه كذلك راح تحدث عن العزة. بعزة البرج التور راح نشوف هل اه في شخص جديد بحياة تكون او لا. ومثل تعملوني لايك وطبق شعب لقناتي وتدعموني. كمان بدأوا شغلي على ان هذه القراءة تنطبق على البشر الشمسي والقمر يوط على. حاول تشوف اي فيديو يناسبوك اكثر. كمان اه اه في احتمالية انه تكون القراءة عاكسية. يعني اشياء اللي بحكي عن مثل تنطبق على الشريك والاشياء اللي بحكي عن شريك ممكن تنطبق عليك. اوكي. بداية يا برج التور عمشوفك اه في الابويب اه نحو علاقة ما ما بدك يعني اه يعني بدك صلحة ابدا عمشوفك مركز اكتر اه بتفكر اه بتشوف اه او بترتب اولوياتك انت يا برج التور عمشوف عم تراقب هذا الشريك من بعيد. اه ممكن على ما بتراقبه ما فقط من بعيد بس ما عمشوف في حكي بينها تكون. عمشوفك مقفل الابويب. عمشوف كذلك حتى الشريك انت يا برج التور اه مهتم اكثر اه لتصليح امور متعلقة بالبيت. كذلك متعلقة حتى بالعائلة كانوا عندو مشاكل بالعائلة. اه بحاول انو يصلحها اه مشاكل مع افراد عائلة. عمشوفو كذلك ممكن ينوي على هجرة. اه تغيير بيت. تغيير ممكن هو حاليا بدو يسافر اه بتروح على بلد تاني او على مكان جديد. اه كأنو اه يعني يعيد اه ترتيب حياته او اولوياته. عمشوف في تفكير عميق جدا للشريك. مشغول باشي عدي. عمشوف كذلك مشاعرك نحو هذا الانسان مشاعر كتير صادقي. بتحبه كتير يا برج التور. اه بتحسو انو توقم شعلي او اه توقم الروح يعني هذا الانسان اللي يعني يكملك كشريك. يعني ارواحكم تتلاقى مع بعض وتلاقي شخصية مماثلة لقلك. كذلك عمشوف كذلك عمشوف يا برج التور على انو في خصام بيناتكم. اه ممكن ما بيحكي معه او زعلين عليه. اه مشاعره هو عمشوفه اه يعني ممكن متحفض بالمشاعر. اه مشاعره ما بيحكيها لا لا. ممكن ما بيعبر عن المشاعر بس هذا الانسان كتير متعلق بالعلاقة معك وهذا الانسان مؤادل ينساك ابدا. اه كتير بحبك هذا الشخص كذلك عمشوف فيه تعلق بالعلاقة كتير. بس ممكن هذا الانسان لا يبوح بمشاعره او يعبر بمشاعره لعلاق. عمشوف كذلك الاشياء السلبية اللي ما بتحبه فيه. ممكن الشخص اه اه يعني عنده مشكلة الغيرة عنده مشكلة اه عنده مشكلة الشك بالنسبة كبيرة دائما بيشك فيك بيشك بنوايك بيشك انو انت مسلا اه بالبيت كل مرة يسأل ليش بقى ليش اه ليش ما جاوبتني بالتليفون. عنده كتير تساؤلات وكتير افكار سلبية. كمان عمشوف الاي جي بيت اللي عم يشو عمشوف انت في برج الدور. عمشوف عمشوفو انت اه شخص اه شخص بيوازن بين القلب وبنا العقل. وكتير عنده اه بشيل هموم كتير للناس اللي اقراب. ممكن للام كتير بشيل همه. اه ممكن هو حاليا يريد السفر ليحسن احواله المادية اه والعملية. ممكن لانه ظروفه العائلية منة جيدة او الظروف المادية للعائلة منة جيدة بيغتلها من العائلة. عمشوف الشريك هيك. كذلك عمشوف على انه الاشياء اللي ما بيحبهو فيك على انه انت اه دمعتك قريبة وكتير انسان اه بتحسسه انه بدك بس غرام بدك بس علاقة بدك بس حب. بس هو بيشوف اشياء اولويات كتير مهمة. ممكن شغله مشكلة العائلة وشغله مشكلة المادية. وانت اه بدك بس ممكن العلاقة ومتى تزوج فيك وهيك. اه ما بيحب هاده الاشياء بيحس انه اه شيء اه بيزعجه كتير. عمشوفه بيحب فيك كذلك اه بيحب فيك على انه انت اه شخص بتحبه كما هو يعني بتقبل شخصيته بتحبه اه كما هو وعندك اه اقتناع بهاد الشريك. عمشوف كذلك نيته نحوك اه كتير زعلينها كمين هاد الشريك. ممكن انتو متجاكرين مع بعض ومهما بتحكو مع بعض بس في حب قوي يجمع هاد العلاقة. اه هذا الانسل كذلك بيحبك. اه بس عمشوفه اه بيهتم اكتر اه حاليا ل مشاكل عنده بالعيلي تشغله بشدة لهيك عمشوفه اه يهتم له له بهذا الوقت. كذلك عمشوف نيتك انت تصلح الامور بعينتكن. نيتك انه تتوازن بالعلاقة. نيتك انه انه تعود الامور الى مجارية. اه عمشوف في نية اه نحو هذه الاشياء. اما مستقبل العلاقة فانا بشوفه اه في عودة وفي رجعة وفي اسلاح لامور. عمشوفكن اه مع بعض بطريق يعني طويلة. ممكن حتى طوله ما عمشوفه مستقبل يعني زاويج. ممكن هو نيتك انت ونيتو في زاويج بس اه مشواره او حياته لسته يعني ممكن هو لسته ما عنده فلوس عشان عشان يتزوجك او عشان اه يستقر ماديا ما عنده مال بهذا الوقت مادية كتير يعني مش ولابد. بس عمشوف في فرحة ازا استمرت العلاقة اه هيك. عمشوف كذلك اه للعزاب او الناس اللي ينتظرون شخص جديد بحياتهم. عمشوف اه ممكن يحمل هذا الشهر لالهم اه شريك. اه شريك ممكن يكون من برج العقرب. اه شريك ممكن حتى من برج الاسد. عمشوف شخص شوي اناني. عمشوف شخص هيك مشهور شخص عنده اه شخصية اوية. عمشوفه كذلك اه ناجح مديا ناجح عمليا ناجح من جميع النواحي. اه عمشوفه اه لانه بيدهر بطاقة المجسن. اه اللي هو الساحر. عنده كتير خبرات بالحياة. وكذلك عنده شيء من الغيرة. اه وشيء من البغير عليك. بتلاقي فيه هيك طبعة شوي يعني طبع العقرب اكتر. يميل الى الطبعة العقرب. اه عمشوف كذلك اه ممكن العلاقة ازا اتفاهمتوا مع بعض. ولاقيتوا حل مع بعض. عمشوف فيه زواج بيناتكن. اه بس لازم تلاقوا حلول لان عمشوف شخصية قوية كتير. يا برج الدور. التقات اللي عم تطلع عندي عمشوف برج العذرة. عمشوف برج الاساد. العقرب. اه الجوزة. الميزين. عمشوف برج الحوت. اه الجدي. والحمل. يعني في كتير وحتى القوس. يعني تقريبا كل الطاقات بعضها القداءة. اه هاد الطاقات اللي عم تطلع عندي حتى برج الدلو. اه. الى حاول اخذ نصائح لقلك من الوراكل كارز. تظمون يا الى كتير طاباني. اه. przeيقد ان بحكي. يا زوب بحكي. امشوف هاي تداولا انه تكون في تنقي للعلاقة اذا العلاقة منها جيدة انه تصلحوا امور كانت عالقية كمان عمشوف انه انه دعوة لانه اه تستقبل طاقة جديدة اذا انت يعني اه حاطت حالك بمكان ما عم تخرج ما عم تلتقي مع ناس ما عم تستقبل اه طاقات ما عم تتعلم ما عم تدرس ما عم يعني ما عم تعمل شي يا برج التور فهادي دعوة لك انه تروح اه تشوف اشيات تطرق ابواب جديدة اذا كان بالعلم اذا كان بالدرازة اذا اذا كان بيشغل اذا كان باي اشي انت عندك اهتمامة لالو حاول انه تروح لالو ما تقعد ابدا. عمشوف كذلك انه في ابواب راح تفتح اليك اه ابواب خير ابواب اه رزقة اه اه ممكن حتى يكون زاواج اذا للبعض بدون زاواج عمشوف في ابوابك راح تفتح لهيك انا بشوف الدعوة انه لازم اه تستقبل طاقة تغير انت من نفسك لتستقبل طاقة التغيير لانه التغيير ابدا ما بيجي لحاله التغيير يبدأ من الشخص من بعدين راح يجي التغيير ما تفتكر ابدا يا برشتور انه تقعد بالبيت يعني وتسكر على حالك وتغيير يجي لحد بابك ابدا. كمان عمشوف انه اه انه بيقلك انه كل شيء اه رح يحدث اه بوقته وكل شيء اه رح يحدث اه بنوعا من يعني بشكل جيد وبعدين رح تفهم ليش بقى كان هذا التغيير يعني كانو انا شوف بشوف دعوة انه رح يحدث تغيير بحييتك ممكن تغيير للايجابي اكيد بس همشوفو لازم انت تتغير فكريا انت يا برشتور لازم تعمل تنقية للتفكير تشيل كل الاشياء السلبية براسك وتبحث عن الايجابي تشتغل على حالك تدرس اه كتير اشياء اه بيقلك انه 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 ان الحب يأتي بالمعجزات وهذه المعجزات تصبح شيء طبيعي يعني كانو لا تاخد اسم المعجزة فهي تاخد اسم الاشياء الطبيعية لانو الحب يعطيك اشياء او بيعطيك قوة كتير كبيرة لهيك حب حالك حب نفسك حب العالم حب اللي حواليك حب كل شيء يعني لازم تحب كل شيء وتشتغل على الاشياء عشان تحصل عليها هذا كشف بيطلع لك يا برجتور بتمنع لك كل الخير والمسارات وما تنسوا تعملوا لي لايك وسبسكوائب لقناة